العواصف الشمسية قادمة كيف تحمي نفسك من خطورتها معقولة دكتور معقولة ونص للأسف وتابع الفيديو ورحمة متابعين العزاء ومشاهدين الجدد معك الدكتور فراسي العلي أحييكم أن ما كنتم على قناتكم الطبية واليوم نتحدث عن نداء عاجل قامت بنشره وكالة ناسا الفضائية أنه يوجد عواصف شمسية قوية جدا قادمة فتحذر الناس جميعا من آثار هذه العواصف على التكنولوجيا وعلى الأمور التقنية وكثير من الخبراء يقول لك أنه ما تأثر على صحة الإنسان ولكن أنا لي رأي آخر فكيف نحمي نفسنا من هذه التأثيرات طبعا قسمت هذا الموضوع إلى تأثير العواصف الشمسية على الصحة من الناحية الجسدية من الناحية النفسية وطبعا على الحالة تأثيرها على الحالة الاجتماعية هذه العواصف ما هي العواصف بشكل سريع ومبسط للناس البسطاء مثلنا هذه العواصف عبارة عن انفجارات داخل الشمس تولد طاقة كبيرة تخزينها الشمس وفي لحظة من اللحظات يتم تفريغ هذه الطاقة ويعني بما معنى انه الشمس زعلانة وتطلع غلها قاعدة بنا فهذه الحالة تحدث كل 11 سنة مرة فكيف نحمي نفسنا من الناحية الصحية أول شيخوان الكرام تأثيرها على الناحية الصحية الصحة الجسدية يجب أن يكون على حذر الناس اللي عندهم ويعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية اللي عنده مشاكل ارتفاع ضغط الدم اللي عنده مشاكل وأوجاع في الرأس غير معروفة عنده صداء عنده أوجاع بالرأس ارتفاع ضغط الدم هذه اللي هو مكره مشاكل بالقلب مشاكل عندك في الأعصاب غير معروفة السبب ولذلك يجب أن تحمي نفسك في هذه الفترة ليش تحمي نفسك؟ لأن هذه التغيرات كما أنا ذكرتها في فيديو على القناة أيام الكسوف اللي صار الشمسي أو القمر الكسوف والخسوف ما نذكر بصراحة موجود على القناة كيف تؤثر هذه الأمور على صحتنا فأرجو منكم أن تكونوا على حذر وطبعاً اللي عنده مريض سكري أيضاً فلا يوجد أي مانع أنك تكون تنطي نفسك أكثر أهمية لحالتك الصحية يعني تكون حذر نوعاً ما إذا عندك مشاكل بالقلب وحسيت أنك تعبان وحسيت فلا داعي للإجهاد مراجعة الطبيب أخذ الأدوية قياس الضغط هذه الأمور كلها قياس السكر الأعصاب إذا عندك زاد وجع راس هذه الأمور كلها يجب أن تحمي نفسك وفي هذه الفترة عدم التعرض لأشعة الشمس يعني إذا عندك إمكانية أنك تجلس بالبيت وتقعد وما تطلع خارج البيت هذا يكون أفضل أنا لا أدعو أنك تكون تخوف نفسك أو شيء ولكن الحذر وعجب أخوان الكرام لأن يوجد أكيد تأثيرات على صحة الإنسان خلنا ننتقل للصحة النفسية وهي نقطة مهمة جدا في كل بيت يوجد أو في كل عائلة يوجد إنسان يعاني من اضطرابات النفسية يجب أن لا يعني نخفي هذا الأمر يوجد هذه الحالات كثيرة أخوان الكرام ناس تعاني من اضطرابات نفسية لأسباب متعددة ما رح ندخل بيها الآن يجب أن تراعوهم هاي الناس يجب أن تراعوهم لأن في أثناء هذه التغيرات يصير عندهم تزيد حالتهم سوء فيجب أن تكون داعم له بالكلمة الطيبة بمداراته برعايته فإذا تحس أنه تطورت حالته أو زادت سوءا يمكنك أيضا تراجع الطبيب ولكن أهم شيء تكون البيئة المحيطة به مساندة لهذا الشخص ثاني شيء للناس اللي عندها اكتئاب نفس الشيء هو أهم من الضرابات النفسية ولكن كثير من الناس عندها الآن للأسف حالة اكتئاب وفي أشكال مختلفة وفي قوة مختلفة هذه الناس أيضا يجب أن تكون حذرة من هذه الأمور واللي عنده طبعا توترات وضغوطات في العمل اللي احنا كلنا الآن متوترون ولذلك يجب أن نساند نفسنا وصحتنا كيف دكتور؟ أنا تطرقت لهذا الموضوع أخواني الكرام في ثلاث حلقات الماضية آخر ثلاث حلقات يمكنكم مشاهدة كيف يعني تطرد الطاقة السلبية تنظف الجسم من السموم وتقوي مناعتك الخطوة الأولى يمكنك مشاهدتها على هذا الفيديو هنا على هذا الرابط الخطوة الثانية أيضا أضع لك الرابط هنا يمكنك أن تجد هذا الرابط والخطوة الثالثة موجودة أيضا هنا هذه الفيديوهات عبارة عن بروتوكول سريع سهل قليل التكلفة شبه مجاني شلون تطرد السموم من جسمك شلون أنك تقوي طاقتك الإيجابية وتطرد الطاقة السلبية ويوجد فيديو مهم للأسف لم يحظي بالاهتمام لأسباب غير معروفة لي وهي عشر خطوات لبرتوكول كيف تتخلص من مضاعفات كورونا وما بعد اللقاح فيديو مهم جدا جدا يمكنك أيضا مشاهدته على الرابط هنا أخوان الكرام هسا ننتقل للمشاكل الاجتماعية تقول الدكتور ما هو الدخل المشاكل الاجتماعية بهذه العاصفة أو لهذه العواصفة الشمسية إخوان رح تنضرب لا سمح الله ولكن إذا انضربت أو تعطلت الشبكات التواصل الاجتماعي الإنترنت الكهرباء هذه الأمور كلها ستفرز عندنا مشاكل جديدة نفسية لم تكن بالحسبان وهي الإدمان الكامل لشريحة كبيرة جدا من الناس على الإنترنت رح تشوفوا ظواهر عجيبة بسبب تأثير الدوفمين أو الدوبامين على الإنسان يعني هاي الناس الليل النهار قاعدة على مواقع التواصل الاجتماعي إذا فجأة اختفى عند هاي الأمور كلها فسوف تصب بصدمة الناس الليل تلعب بالألعاب الإلكترونية هذا مقاعد ليل النهار على اللعبة الإلكترونية إذا اختفت هذه الأمور سوف ينصدم بالواقع الناس اللي دائما حامل الكاميرا وتصور فيديوهات ليل النهار سوف يصاب لأنه عايش بواقع آخر بواقع موازي هذه الأمور كلها سوف تصدر أو تولد لنا مشاكل صحية نفسية جديدة ناهيك عن مشاكل انقطاع التيار الكهربائي على القطاع الصحي القطاع الفينانسي أو القطاع المالي ومادام كل أمورنا الآن عن طريق الإنترنت فستتأثر صحتنا الجسدية والنفسية بشكل أو آخر ولذلك أتمنى منكم أن تحموا نفسكم وتكونوا مستعدين حتى لو ما صار هذا الشيء ولكن الاستعداد أفضل من عدم الاستعداد ادعموا القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس ووضع اللايك الجميل لتنشروا الوعي الطبي الصحي الصادق أحبكم بالله وإلى الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر